رياضياً توج المنتخب الوطني لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه الكبير على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 37-25 بهذا التتويج رفع المنتخب الوطني رصيده من الألقاب إلى ثمانية بفارق اللقبين عن نظيره التونسي صاحب الرقم القياسي تحية كبيرة للمنتخب المصري بأداء مبهر توج المنتخب الوطني لكرة اليد بلقاب بطولة أفريقيا للمرات الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه واستطاع منتخب الفراعن لكرة اليد تحقيق فوز كاسح بفارق 12 نقطة على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 37-25 في المباراة النهائية التي استضافتها صالد حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تسيد منتخب مصر اللقاء بشكل كامل حيث أنهى شوط المباراة الأول بتقدم كبير بفارق 12 نقطة ومع انتصاف الشوط الثاني من المباراة واصل الفراعنة تقدمهم في النتيجة 31-17 وقبل انتهاء المباراة بخمس دقائق واصل المنتخب الوطني ابتعاده بالنتيجة عن الرأس الأخضر بنتيجة 36-23 ثم في نهاية المباراة حاول منتخب الرأس الأخضر تقليص النتيجة ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز كاسح لمصر 37-25 وعاقب تتويج منتخب مصر لكرة اليد ببطولة أفريقيا قل لفارق البطولات الأفريقية مع منتخب تونس صاحب العشر بطولات إلى لقبين كما ابتعد منتخب الفراعنة عن المنتخب الجزائري في عدد الألقاب لكل منهما بعد أن كان متساويين في عدد الألقاب برصيد سبعة ألقاب كما ضمن منتخب مصر تواجده في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد 2023 المقرر إقامتها في السويد وبولندا